مساء الخير إلى مجلس النواب ينزح النقاش بالهبة الأوروبية للبنان في تصويب لمسار البحث في ملف النازحين السوريين على قاعدة أن هذا الملف يشكل هما وطنيا مشتركا يتطلب تضافر جهود جميع القوى لمعالجته بعيدا من السيناريوهات الشعبوية والمزايدات السياسية وصولا إلى الخروج بموقف وطني جامع هذا الملف تابعه رئيس مجلس النواب نبيه بره خلال لقائه نائب رئيس المجلس إلياس بصعب الذي أكد في دردشة مع الأعلميين على أهمية الجلسة النيابية بعد غد الأربعاء وكما تأكيد القوى السياسية على أهمية الملف المطروح في الجلسة كان موقف بارز للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي رأى أن حل هذا الأمر يحتاج لجرأة فقط وقرار بفتح البحر أمام النازحين السوريين الراغبين بالهجرة نحو أوروبا وفيما خص جبهة الإسناد اللبنانية أعاد السيد نصر الله التذكير خلال أحياء الحزب لذكر استشهاد مصفى بدر الدين بالترابط الوثيق بين جبهتي جنوب لبنان وغزة معتبرا أن هذا الأمر محسوم والولايات المتحدة سلمت به على الضفة الحكومية جدد رئيس الحكومة نجيب ميقات التأكيد على المضي في عمله وفي تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات من أمير حي وشعور بالمسؤولية في ملف النزوح وقال سيكون لنا كلام تفصلي في الجلسة النيابية في الجنوب كثفت المقاومة من ضرباتها لمواقع العدو في ثقنة برانيت وموقع الجرداح وحققت فيها إصابات مؤكدة في الأراضي المحتلة وفي اليوم العشرين بعد المائتين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومع مؤصلة اجتياح إسرائيل لحي الزيتون يكثف جيش الاحتلال غاراته على المنازل ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين بالتوازي مع قصف المناطق السكنية المقتضة في مخيم جباليا ما أدى إلى تهجير مئات الفلسطينيين من مراكز الإيواء هذا في حين اعتبر فيه رئيس وزراء كيان العدو بن يمين نتنياهو أن العدوان على قطاع غزة يمكن أن ينتهي غدا إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المقتطفين على حد قوله إلى هذا شهدت فعاليات أحياء ذكرى الجنود القتلى في كيان الاحتلال مواجهات وهجوم على وزراء حكومة نتنياهو في وقت اعترف فيه وزير الحرب بمقتل أكثر من 1500 من ضباط وجنود الاحتلال